السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الرياضيين أعزائي السادة السادة التربية البدنية مرحبا بكم في هذا الفيديو وأولا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا هذا الوباء هذا الفيديو سوف أخص سهور إلى التقييم في المستوى الثانوي التأهيلي تقييم تلاميذ إعطاء النقطة في الرياضة الجماعية وأخص بالذكر كرة اليد كرة السلة وكرة القدم أولا هذه الشبكة الأولى تخص رياضة كرة اليد كما هو مبين في هذه الصورة هنا يتمدلنا التقييم الإجمالي والهدف هو أننا نعطيه نقطة ونشوفه مكتسبات التلامي الدين فيغلو بيلون دي ذاكي دي الزالب أولا شبكة كما كتشوفوا شبكة سهلة بسيطة وتعتمد على المرجع التشريعي اللي هو الزوريانتوسون بيداغوجيك ديال الفين وسبعة الآهم هو السهولة ديالها السهولة ديالها أي أستاذ يمكن يشتغل بها هنا هنا الفورق دكور أو هنا الأسماء للعيبين وأرقام ديالهم إذا كان أستاذ دير تعالى أقمصة أو صدريات إلى غير ذلك أو أرقام تسجيل ديالهم هنا تقييم الجانب الفردي وسوف يكون على سبعة النقاط لأننا هنتحق تكلم على السنة الثانية باكروريا هنا كذلك جانب جماعي كولكتف وكذلك سبعة النقاط إذن هنا مجموعة النقاط على النقطة العشرين لكونيسونس المعارف كونسبتية اللي هما المفاهيمية سلوكية عن ثلاثة ثلاثة وهنا بروسودورال اللي هما وهذا ده هو الجانب بروسودورال اللي هو على أربعتاشتين نقط إذن قد نشوفو سبعة النقاط كيفش ديال الجانب الفردي اللي هو بكل بساطة لنيفو مساويات المهارات عن تنميدي طبعا هو ربعا ديال المستويات الأول والتاني والتالت والرابع إذن هناك نقطة من سفر واحد ونص إذا كان هالتلمين دينا في المستوى الأول إذا كان في المستوى الثاني من نقطة ونسفر ثلاثة مستوى الثالث وكذلك ثلاثة إلى خمسة الرابع خمسة إلى سبعة ثم بالنسبة للجانب الجامعي إذن قد يكون فيه الجانب ديال يعني مساهمة الفرضية دياله مع الفريق دياله فين الجانب ديال والدفاع فهو عنده واحد نقطة من سفر إلى جوش فاصلة خمسة على حسب كيفاش كيتحرك الأستاذ بالنسبة لنا هنا هنا الأستاذ من خلال تتبع تنمي دياله طيلة الحلقة الدراسية فهو يعرف مستوى التنمي دياله وهذه الأمور سوف تكونوا بسيطة وبسيطة جدا يعني نعطيه المسكين فاشكي سامع أصدقاء دياله في استرجاع الكورة والدفاع على المرمى ما بين سفر نقطة إلى جوش فاصلة خمسة وبنسبة للفريق الذي ينتصر فله من السفر سوف لو قني نماش يعني يجد النقاط الفريق الذي يخص المقابلة دياله عنده سفر نقطة ولكن ينتصر كنعطي له جوش النقاط إذن إحنا إياه من خلال تشريع رياضي من دراسي بالنسبة للتاني والتأهيلي فحاولنا أننا ننبسطر أمور ونبسطر أمورنا بطابعة الشكل هذا نقدر المرة دابا كرة سلة لا تختلف بالنسبة للتانية باكالوريا لا تختلف عنها وكذلك بالنسبة لكرة القادمة فهي كذلك لا تختلف نمر الآن إلى المستوى الأولى باكالوريا فهذا هذا الفقادة هذا ما غيرناش بالنسبة نفس الشبكة وانو غير فقط النقط غيرنا فقط النقط فإن هذه الطريقة الأسهل باش يمكن الأستاذ يخدم بمشكل بالسيط وفعال بالنسبة للنسبة المستوى المهاري عن التلاميذ وكذلك رغم من والأول والتاني والتالت والرابع وهكذا تكون النقط من سيفر نقطة إلى واحد ونص واحد ونص إلى ثلاثة هنا خمسة خمسة إلى ستة نفس الشبكة نفس الطريقة نفس المنهجية وبالشكل بسيط جدا بالنسبة لحنا في السنة الأولى إذن عندهم جانب البراتيك ستراز سيرتغاز نجمع النقطة القامل تلتاش أربعة على أربعة على جانب السولوكي بالنسبة جانب المفاهيمي تلاتة إلى تلاتة أسئلة شفاوية أو كتابية حول القوانين حول بجموعة المصطلحات إلى غير ذلك في كرتين نفس الشيء بالنسبة لكورة سلة في الأولى باكروريا نفس الشيء بالنسبة لكورة القادمة فهنا نعتمد على نفس طريقة نفس نفس طريقة هنا سوف نتحدث على الجدوع المشتركة ونلاحظ بأن حافظنا على شبكة شبكة دي المراحضة دينا اللي قد نتخلالها نعطيه النقطة للتلامي دينا نفس الشبكة المستوى ياسو كذلك المستوى النقطة هنا المستوى الأول والتاني 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 والرابع النعطة للتاني والتاني والتعليل اللي هو الجانب المفاهمي. لقناسانس كونسبتويل. لقناسانس كمبرتموناتال خمسة على خمسة. لقناسانس اللي هو مبروسودورة سي لا براتيك. سي لزاويلة الموترس. سي لجو. ماش على ماش. إذن هذي شبكة خاصة فقط لي يعطى نقاط. ربما بعد الساسي ده. إذا سوف يتحدثون عن الوضعية المرجعية. التي هي ليست بمقابلة. إذن في هذي النقاط إذا ما كانش أستدر مقابلة كمرجع في يعني تقييم تشخيصي. إذا ما كانش ده المقابلة فهو غد يرجع عن نفس الوضعية المرجعية. إذا كان ده المقابلة باش يحدد. يعني آآ المعارف اللي غادي يكتسبهم بتلميذ ديالو طيلة الحلقة الدراسية. لهي يجبه تغيير. الوضعية المرجعية. هنا كرة بنسبة التلميذين ديال الجزء المشتركة. إلى غيري ذلك. إذن ما تحدثنا هنا على الوضعية المرجعية. ولكن تحدثنا كتير على كيف يتعطى النقطة. سوف نعود في فيديو آخر إن شاء الله للحديث عن الوضعيات. وعن المعارف التي سوف يمكن لنا أن نلاحظ في هذا التلميذ لتقييم المعارف لتقييم المكتسبات. لتقييم المكتسبات بالضبط عند التلاميذ. سوف نتحدث على على ذلك في فيديو إن شاء الله جديد. شكرا على التتبعيكم. اللهم ارفع مقتقى وغضبك عنا. شكرا سيدة الأساسي دعا الانتباه دياله والتتبع. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. وشكرا أعزائي.